السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عامين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير طبعا يا جماعة ان شاء الله النهاردة هنجاوب على سؤال مهم جدا وهو اه ليه حمامات امريكا ومعظم دول اوروبا ما فيهاش شطفات بالنسبة الناس اللي بستخدم الشطف بعد ما هي تستخدم الحمام طيب هو فيه اسباب كتير وفيه ناس بتخاف اه من موضوع هجرتها لكندا او امريكا او اوروبا بسبب ايه بسبب المشكلة دي ايه الاسباب بتاعت ان ما فيهش شطفات في الدول دي الدول اللي وصلت من العلم والتقدم والحضارة والغاية النهاردة ما عندهم شطفات هنتكلم عن امريكا بشكل خاص ما بيستخدموش الشطفات اه لما تيجي تسأل الامريكان اه يقولك لانه احنا امتداد للانجليز والانجليز كانت العلاقة ما بينهم وما بين اه الفرنسيين كانت مش ولابد شوية والفرنسيين كانوا بيستخدموا الشطفات في خلال الربعمائة سنة اه اللي فاتوا يمكن هم تلات او اربع دول بس اللي في اوروبا كلها اللي بيستخدموا اه الشطفات هي فرنسا واسبانيا وايطاليا واعتقد البرتغال هي دي الاربع دول بس اللي في اوروبا اللي بيستخدم الشطفات الشطفات فكان الانجليز بطبيعتهم ما بيحبوش طبع الحياة الاستقراطي شوية بتاع الفرنسيين ولذلك لما شافوا الفرنسيين بيستخدموا الشطفات دي قالك لا احنا مش هنستخدم الشطفات دي امريكي تاني يقول لك لانه الحمامات بتاعة امريكا هنا خاصة في البيوت القديمة واللي هي البيوت اللي عمرها مية سنة ومية وخمسين سنة الحمامات بتاعتها صغيرة شوية فما بنفعش ان احنا ايه نشتخدم ايه الشطف وخاصة الشطف في اوروبا وفي الخليج بيكون موجود برة الايه بيكون موجود مرة التواليد نفسه يعني مش جوه التواليد زي ما يكون عندنا اه في مصر او في بعض الدول يعني اه فيقول لك لا لانه الحمام ايه حجمه اه صغير وده برضو مبرر ضعيف الصراحة وكده في برضو واحد تالت يقول لك ايه يقول لك اصله المية بتنقل الجراثيم وبتخلي الجراثيم تنتشر في ايه في الجو وكده عكس استخدام المناديل بتكون الجراثيم بتثبت ايه اه في مكانها وما تطيرش ما تطيرش في اه اه الهوى برضو ده سبب برضو واهي شويم سبب رابع كان برضو اه واحد الهولي قال لك لانه كان في فرنسا كان موجود الشطفات دي موجودة في بيوت الضعارة فعلى هزا الاساس الامريكان ايه اه ارفوا منها وقال لك لا ما ينفعش تبقى موجودة في بيوتها هي كلها ازباب الصراحة اه وهي ولكن لما تيجي تسأل امريكي يا عاقل يقول لك انا مش عارف ليه مفيش شطفات يعني هو لما تيجي حتى تشرح له الاختراع ده ويجربه لو حد زارك او جالك او يعني كنضيف عندك في بيتك او كده ويجرب الاختراع ده بيحبه جدا جدا ويسألك جيبته منين تبقى ركبه ازاي تبقى جيب سباك يركبه تبقى اوصله ازاي عالمية كده لان هما لما بيجربوه بيحبوه جدا انا باعتقد من وجهة نظري ايه الشخصية السبب في عدم وجود اه شطفات في امريكا هو صناعة المناديل او المحارب زي ما بيقولوها في دول دول الشام بيقولوها المناديل المحارب او الاوراق او زي ما يكون اه السبب ده هو سبب صناعة المناديل هنا في امريكا تتيشه اه فامريكا هنا اختراع الاوراق او المناديل كان سنة الف تنمية خمسة وخمسين اه كان بيدعى الخمسونية منديل بستين سنتس وده رقم كبير جدا جدا وقتها بتتكلم في مئة وسبعين سنة ده رقم ضخم جدا جدا وتعمل حملات كبيرة جدا وحملات دعائية كبيرة جدا جدا للمناديل ولذلك ما استخدموش المياه وبدأوا يعتمدوا على المناديل في نظفتهم الشخصية بالنسبة للناس اللي بتيجي هنا امريكا ما بيكونوش عارفين يعملوا ايه في الموضوع ده خاصة لما يعني حتى لو سفرت يعني جيت سياحة ولا حتى دخلت فندق يعني مش شرط بيوت حتى كل الاماكن يا جماعة بتلاقي الحمام مفهوش ايه مفهوش شطفة بشكل طبعا ازمة كبيرة جدا جدا ايه اي حد بيزور امريكا او بيدخل سياحة او كده في سبب عدم موجود ايه الشطفة دي طبعا بالنسبة الناس المستقرة هنا بنشتري حاجة من على الامازون هنا بتعمل لها في حدود تلاتين دلار ده لو ما فياش سخن وسائع وفي حاجات تانية اغلى شوية بتعمل لها بممكن ستين او سبعين دي بيبقى فيها ايه اه سخن وسائع واي سباك بيركبها بمنتهى السهولة او انت تعرف تركبها على المكان اللي بيبقى طالع منه المية جنب ايه جنب السيفون وطبعا لو جبت سخن وسائع تخلي بالك كواس جدا من ايه من موضوع السخن عشان ما يشوكش وانت بتنظف نفسك اه ما تسوش في فيديوهات يمين وشمال بصوا عليها مفضلكوا اه اللي مش مشترفوا كانت اشترك فيها وتدوس برضو على الجراز شاني جالك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي احنا نعملها من جوة امريكا وتدوس برضو على لايك قبل ما تقفل ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله